شابتر أربعة Chemical Bonds الرابط الكيميائية المحاضرة الأولى الكوفيلانت بونت الرابطة التساهمية الكوفيلانت بونت فورمد بتتكون بمشاركة زوج من الإلكترونات بواسطة الزرات يعني لو قلنا أن الكوفيلانت بونت بين زرتين كل زرة منهم بتتبرع بإلكترون عشان تتكون الرابطة ناخد مثال الكلور الربطة اللي بين زرتين الكلور في جزء الكلور CL2 هي رابطة تساهمية اتكونت من إيه؟ تعال نشوف التوزيع الإلكتروني لزرة الكلور 1S2 2S2 2B6 والمدار اللي هيسمح بي الروابط هو 3S2 3B5 ده تركيب تركيب زرة الكلور مع زرة كلور كمان المفروض أن المدار الأخير اللي قلنا هيسمح بي حدوث الربطة يحتوي على سبع إلكترونات يبقى نرسم زرة الكلور وحواليها سبع إلكترونات دي كلورين أتوم مع كلورين أتوم بتتكون الكولورين مولوكيول أو جزء الكلور عن طريق تكوين الربطة التساهمية اللي كل زرة من الكلور سهمت بإلكترون فيها وبتبقى الربطة بالمنظر ده آدي الشيرد إلكترون آدي الإلكترونات المشتركة بين الزرتين واللي كل زرة قدت فيها إلكترون أمثلة للرابط التساهمية عندنا أمثلة مشهورة قوي جزء الهايدروجين المكون من زرتين هايدروجين كل زرة سهمت بإلكترون من إلكترونات الربطة الإلكترون ده بتاع الزرة دي والإلكترون ده بتاع الزرة دي والشيرنج إلكترون هم دول هم دول إلكترونات الربطة مثال تاني جزء الأكسوجين جزء الأكسوجين مكون من زرتين من الأكسوجين والربطة بينهم ربطة مزدوجة يبقى الربطة التساهمية ممكن تبقى أحادية ممكن تبقى ربطة أحادية بين زرتين ممكن كمان تبقى ربطة سنائية زي جزيء الأكسوجين الإلكترونات الصفرة بتاعة الزرة الصفرة الإلكترونات الخضرة بتاعة الزرة الخضرة والشيرينج إلكترون مكونين هنا ربطتين بين الزرتين مثال كمان الكربون دايوكسايد أو ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون مكون من جزء مكون من ثلاث زرات زرتين أكسوجين وزرة كربون الروابط أنواع الروابط التساهمية في الجزء ده عندي ربطتين بين الأكسوجين والكربون من هنا وربطتين كمان بين الأكسوجين والكربون من هنا والربع روابط روابط تساهمية يعني كل زرة بتشارك بإلكترون من إلكترونات الرابطة